السلام عليكم أصدقاء إذن تعادل منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي بهدف مقابل هدف بعض التعادلات في كرة القدم أو مفهوم كرة القدم أقال تعادل بطعم الخسارة أو تعادل خاسر اليوم منتخبنا تعادل بطعم الفضيحة أو تعادل فضيحة يا سادة فضيحة جديدة في الرياضة السورية فضيحة في تاريخ الكرة السورية بس أنت تحكي عن فريق تحدث 23 عام مضيف أو في إضافة 3 لعبين خبرة يلي هني حارس المرمى وعندك قلب الهجوم يعني أهم عوامل الفريق وأهم مراكز الفريق عم واجه فريق موالد 2016-2017 الأعمار ما بين 16-17-18 السنة والمباراة عم تنتهي بالتعادل يعني هاي فضيحة هاي فضيحة يعني وصلنا لمرحلة الأمانة صرنا نستحي نحكي عن المنتخب السورية وعن رياضتنا السورية شيء مغجل اليوم الشيء اللي عم تحكيه فضيحة جديدة في الرياضة السورية ببساطة الأداء والشيء اللي عم تحضر اليوم معيب والمزيع السعودية تذكر مليون ترليون تزيل اليوم مره بصرع رأسنا وهم يقول لك هذا المنتخب السعودية تحت 11 عام عم واجه المنتخب السورية تحت 23 عام مدعم بتلت لاعبين خبرة فهمنا وقبل ما سجل المنتخب السعودية هدف التعادل بداية الأخيرة على فكرة المزيع السعودية كان مفتخر أنه نتيجة تنتهي بهدف مقابلة شيء حتى لو انتهت بهدف مقابلة شيء فخر إلهم لأنه إني عم يلعبه بناشئين منتخب خليط ما بين الناشئين والشباب عمواجه خبرة لاعبين منتخب السورية نحن كلنا بنعرفه المتابع منتخبنا هذا المنتخب اللي حضرت اليوم مو بس أولمبي هذا جل من المنتخب الأول جل من المنتخب الأول وجل من العناصر الأساسية يعني كان ناقص بس اللي يجيب العمارين بس يعني ويعطيكم العافل العافل يصير منتخب أول يعني لا حول ولا قوة تلب لا قبل بداية المباراة حكيت أنا في فيديو أنه نحن لازم ننتصر على المنتخب السعودية في فروقات بين الفريقين في فروقات بين المنتخبين في فروقات بين الأعمار في فروقات بالقوة بالقوة الجسمانية بين اللعبين بالطول بالقامة واضح هذا الشيء بأرض الملعب تماما واضح تابع المباراة ما بين شئين ورجال بكل أمانة وأنا كنت عم قولي يعني إذا منتفوق بهذه المباراة خلي التاريخ يحكي يا أخي خلي التاريخ بعد ثلاث أربع سنيني هو المنتخب السوري تفوق على المنتخب السعودية في البطولة العربية ولو قد يكونوا نسوا إنه تحت 16 عام تحت 23 عام خلاص نضحك على التاريخ ونضحك على حالنا إنما حتى بهذا الشيء ما أدري أن نضحك على حالنا لأنه نحن صرنا مسخرة بالرياضة السورية اليوم أنت عم تحضر منتخب جلو من عناصر منتخب الرجال وشباب وادي وأولمبي ومدرب جديد لا يفقه شيء بكرة القدم وما عم تقدم ولا كرة ممتعة ما عم تقدم ولا هجمي ما عم تقدم جملة تغتيكية ما عم تقدم شيء للمتابعين منتخب السعودية شو ما أقدم بالمباراة هو معزور ما هيك كان عم يلعب مباراة أفضل منك منتخب السعودية قد ما كانت أخطاؤه بالمباراة وقد ما كانت فرصه قليلة بندك تعذر لأنه هذا فريق ناشئ على شباب عم يستعدوا أو عم يجهزوا لمستقبل كرة السعودية ما فيك تلومه إنما بتلوم منتخب السوري اللي هو أولمبي على رجال مثل ما حكينا ناقص العمرين بس فضيحة اليوم أنت داية 18 أول كرة مرضكيان هدف بعدين منتخبنا أخذ الغفو المعتادة عليها حكينا يمكن نحن وقت تم إقالة مارك فوتو حكينا عن تامير حسن قلنا بطولة جديدة لمنتخبنا الوطنة بطولة العرب جاهزوا حبة احتلسان وأضوية الضغط صدق كلامنا ولبقى تقولولي تفائل ونحن بنحبك بس تتفائل وأنا بحب احكي عن المنتخب بتفائل إنما ما في شي بيخليك إنك تتفائل يوم أنت عم تحكي عني المدرب للأماني ما قدم أي إضافة لمنتخبنا وأنا حكيت قبل بداية البطولة مدرب سيفي تبعه ضعيف سيء المدرب كسيفي يستلم منتخبه وزاد طيم بلي لزاد الطيم بلي أنت عم تنزل هزان عثمان بداية سبعين بداية تسعين عم تطالعوا أو عم تبدلوا مش هنضيع في وقت تخيل أنت عم تلعب أمام ناشئين وشباب 17-18 عام وربحان بهدف مقابل الشيء عم نضيع وقت بداية تسعين وقال المزي قال إنه المنطخب السوري بلش يضيع وقت يعني فرحانين بالفوز على المنطخب السعودي شح النتائج أو شح الفرحة مع هيك لأمانة جمهور السوري مع هيك أنا مضحك على حال وأنا مبينات عنه يا أخي ما عليش ناشئين ناشئين أشبال أشبال الشباب المهم اليوم ننتصر ونقول مبروك لمنتخبنا ونهيس ونقول يلا نتضحك على حالنا ما في غير هذا الحل بصراحة يعني لأنه تعبت نفسيتنا من هيك منتخب إنما هذا الشيء ما عم يصير بالداية الأخيرة المنطخب السعودي كان عم تحصل على ركل الجزاء ما بين الكرة هي لمسة يد غير لمسة يد مدافع منتخبنا بكل أو بالأتين الاثنين كان حاط إيديه وراء ظهره إنما حرك الجسد يعني حرك جسمه لو لعب منتخبنا وضل واقف إيديه وراء ظهره وكان ممكن الحكم ما يحتسب ضرب الجزاء وما هيك إذا بتعيد اللقطة مرة واثنين ثلاثة مع ضعف التصوير اللي كان بالمباراة واضح الكرة إنه بالكتف إنما هذا ما نوعزر يعني أنا اليوم أكيد أقول لك إنه ركل الجزاء فيه وعليه ما معنات إنه عم أعذر منتخبنا الوطن عم أقول لك فضيحة حكمية لا أنت بالأساس أنك توصل لدية تسعين وخمسة وتسعين وتنتهي المباراة بهدف مقابل لشيء هي فضيحة يعني بأيك مباراة أنت حرام ما تطلع بثلاثة إلى أربع أداف ما بناءا على الأداة لا بناءا على المعطيات بناءا على الفرق العمر بين الفريقين أو المنتخبين بناءا على أعمار الفريقين واستعداد الفريقين يعني المفروض أنك تتفوق بفارق هدفين بالرياحة لو قلبنا الصورة بالعكس وأنتي جبت منتخبنا الوطني تحت التسعاشر عام للشباب واجهت المنتخب السعودي الأولمبي بتنتهي من خمسة إلى ستة أهداف شوفوا الكرة السعودية لهم طورت أرجع حضرت المباراة اليوم أحضرها بكرة إعادة ورجع أحضر أحضار وشاهد لمسة لعبين منتخب السعودي الشبان أو الناشين قديش بتفرق عن لمسة لعبين منتخبنا الوطني يلي متل ما حكي أنا معظم خبرة أو صلوا أربع أو خمسة سنين يا رجل عميل عبوب الأولمبي لا تقول له تحت 23 عام هذا منتخب رجال ينقصه فقط العمرين عمر السومة وعمر الخليبين بس بصير منتخب رجال هذا المنتخب عم نستعد فيه أو على أساس نحن عم نجاهزهم ما نجاهز ولا نمنتخب ولا في كرة قدم ولا في الرياضة وكرة السلة تفوقت على كرة القدم اليوم منت في 90 دقيقة ما حضرت أي رسم تكتيكي هذا أكثر شيء مزعج بالمباراة رياضتنا ومنتخبنا والكرة السورية ما أبدو أن لك بخطر كلمة خطر صارت قليدي بكارثة حقيقية مو بخطر كارثة حقيقية أنت موجود فيها حاليا الخطر يلي بدي يجي بعدين حاليا أنت موجود بالكارثة وبالخطر أنت عايش فيه أو شايفه بمنتخبنا اليوم أنت عم تحضر منتخب يعني تستح تقول أنه تعادل مع المنتخب السعودي بهدف مقابل له هدف منتخب ناشئن فلده للأبين منتخبنا كل واحد طول الحيط على الفاضي يعني طول على الفاضي ما في مخ كرة ما في لهمسي ما في باص شوية هدوء لمستين ثلاثة سجل هدف فريق شاب عم تواجهه يجبالي بتكون عنده أخطاء تكون عنده أخطاء وقت كرة عندك سريع وقت تكون عندك الكرة أبطأ منها يعني اليوم المنتخبنا كرته أو بناء الكرة أبطأ من بناء المنتخب السعودي المنتخب السعودي كان أفضل مننا اليوم مثل ما حكينا بناء على المعطيات يعني منتخب سيء 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 على بداخل الهوزان عثمان بالدهية سبعين طالعوا بالدهية سسعين مش هنبدل فيه مش هنضيع فيه وقت ربحانا او مبسوط انك تفوق ده يعني وصلنا خلص وصلت لهون خاصين يعني بقى حول ولا قوة الله بله مو هارد لك يعني الله لا يعطيكم عافي يعني مو هارد لك الله لا يعطيكم عافي وهذا المنتخب واتحاد كرة القدم والمسؤولين عن الرياضة السورية بقلب بعضهم اشي لفي لازم خلاص لقدموا استقالتهم خلاص يعني احد هون بس هلا بيجيبوا لي فلان اتحاد كرة القدم وفلان شو دخلوا هندول كلهم مرتبطين بمنتخب كلهم مرتبطين بنتائج لا شفنا تطور بالدورة ولا شفنا تطور بالرزنامة ولا شفنا تطور بالأدية ولا تحسنت الملاعب ولا تحسن المدرجات ولا تحسن نقل التلفزيوني ولا تحسن المنتخب شو بنا انتظر لسه شوف كرة السلي بان صارت شوف كرة السليبين صارت اليوم منتخبنا كان عم يطلع بفضيحة بهدف مقابل هدف إلي وإلكون اللي عم تتابعوا هارد لك بس اللي كان عم يلعبوا والله كان بدكن أبو الريم عبدالنافع حموية الله يرحموا مدرب الكرام بدن هيك مدرب بدن هيك مدرب لا حول ولا قوة ألا بالله بدكن مدرب يرقد وراكم بالعصاي من الأمانة هيك لعبين يعني هازلين عم يلعبوا تأديد واجب 90 دقيقة ياريت تأديد واجب لا لا 90 دقيقة هيك نازلين كل لعب في عدم مسؤولية بالمباراة في عدم مسؤولين من لعبين ناعد فيديو اليوم هارد لك لجماهير منتخبنا الوطني مو هارد لك مثل العادي للاعبين منتخبنا الوطني بدكن رص بدكن بهدلي بدكن مدرب عن جد يرسكن يكون حازم بأرض الملعب هاي المدربين كلها اللي عم تيجي هي مدربين نعانيق ومدربين هاي المدربين كلها اللي عم تيجي ما خرجها تستلم هيك منتخب تضبط هيك منتخب محلول أصلا محلول من جميع النواحد محلول بكل المراكز منهاية الفيديو اليوم لايك للفيديو اشتراك بالقناة كان الله في العمر مانا دايما اضلوها خير السلامة اشتراك بالقناة